كأن بحاجة إلى ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم النبي محتاج إلى صلاتنا عليه قطعا لا قطعا عليه رب العزة إن الله وملائكته يصلون على النبي سبحان الله جعل الله الأمر بالصلاة على النبي بعد الإخبار بأنه هو قطعا عليه وأن الملائكة يصلون عليه قالوا من الحكم في ذلك ألا يتوهم أحد منه أن النبي محتاج إلى صلاتنا عليه لو جاء الأمر مباشرة يا أيها الذين آمنوا صلوا على النبي لو جاءت الآية هكذا لتوهم البعض معهم يعني يلا همتكم شيلوا مع النبي لا جاء الإخبار أولا أن الله قد صلى عليه يعني أغناه عن صلاة المصلين عليه ولكن تريد ترتقي أنت أدخل في هذه البركة اشتغل بعمل نسبه الله تعالى إلى نفسه وعطف عليه ملائكته فيه والصلاة من الله الرحمة المكترنة بالتعظيم وهي من الملائكة الاستغفار ومن الآدميين التضرع والدعاء تأمل لما جاء الأمر بالصلاة على النبي ذهر الصحابة إلى المصطفى وقالوا له يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته علمنا كيف نسلم عليك لكن كيف نصلي عليك قال لهم قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آله محمد إلى آخر الحديث تأملوا وقال قولوا اللهم صلي طيب لحنا هنا صلينا عليه أو طلبنا من الله أن يصلي عليه أنت صليت عليه أو قلت اللهم صلي عليه أنت طلبت من الله أن يصلي عليه فصلاتك عليه أن تطلب من الله أن يصلي عليه أما حقيقة الصلاة عليه لا يقوم بها إلى رب العزة سبحانه وتعالى هو صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الصلاة على النبي فيها تفريش كروب فيها قضاء ديون فيها قضاء الحوائش فيها حديث وردت بذلك الصحابي الذي قال يا رسول الله كما اجعل لك من صلاتي قال ما شئت هذا حديث حسن والبعض رفعه إلى الصحة قال ما شئت قال أجعل لك ربع صلاتي ربع أوقات الأذكار بعد القرآن والأذكار الواردة ربع الوقت صلاة عليك قال ما شئت وإن زدت فخير قال أجعل لك ثلثة صلاتي قال ما شئت وإن زدت فخير النصف ما شئت وإن زدت فخير يا رسول الله أجعل لك ثلثي صلاتي قال ما شئت وإن زدت فخير يعني على كيفك لو الزيت خير قال إذن أجعل لك كل صلاتي يا رسول الله قال إذن تكفى همك ويقضى دينك ويغفر ذنبك يعني أنت المستفيد لا تتوهم أني محتاج إلى صلاتك عليه إذن هذه فائدة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اسمع الفائدة الأعظم من ذلك كله من تفريج الهم وقضاء الدين نحن نسمع أن الحديث الصحيح قال فيه صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة ما معنى صلاة الله علينا قلنا أنها رحمة مقرونة بالتعظيم لكن نسمع نص على مفهوم الصلاة من الله على العباد قال الله عن ذاته هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور إذن إذا صلى الله علينا ما الثمرة ما هي علة صلاة الله علينا أن يخرجكم من الظلمات إلى النور فثمرة صلاة الله علينا أن نخرج من الظلمات إلى النور ونحن إن صلينا على سيدنا محمد صلى الله علينا عشرا أي أخرجنا من الظلمات إلى النور عشرا صلينا على النبي عشرا خرجنا من الظلمات إلى النور مئة صلينا على النبي مئة خرجنا من الظلمات إلى النور ألفا من هذا الذي يفرط في الصلاة على النبي إذن تريد معنى أرقى معنى أرقى معنى أرقى خروج من الظلمات إلى النور هذا الشيء الرائع الكثير لكن اسمع هل يستحق النبي أن تصلي عليه لو لم يكن للصلاة عليه فائدة أو لا يستحق هل أحسن إليك هل له حق عليك هل تفضل عليك ايه والله ما احسن الينا احد في الوجود من الخلق كاحسان سيدنا محمد ابدا اخرجنا الله به اصلا من الظلمات الى النور من الشرك الى التوحيد من الغفلة الى الحضور من الاعراض الى الاقبال من النار الى الجنة لا يوجد في الخلق من هو امن علينا من سيدنا محمد لو لم يكن في الصلاة على النبي وعود عظيمة كالتي ذكرناها يكفي ان صدقت في حبك لرسول الله ان تمضي وقتك في الصلاة والسلام عليه فكيف وقد وعدت بالمكافأة اذا ورد من الصلاة على النبي